وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي ببدء تنفيذ تطوير بحيرة البردويل في إطار مبادرة سيناء البردويل بهدف زيادة إنتاج البحيرة من الأسماك الفاخرة إلى 11 ألف طن سنويا جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الفريق أسامة ربيع رهي رئيس هيئة قناة السويس وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة نشاط هيئة قناة السويس وقد اطلع الرئيس في هذا الإطار على معدلات حركات الملاحة بقناة السويس حيث أكد الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس الجديدة التي تم افتتاحها عام 2015 أدت إلى مضاعفة إرادات القناة السنوية لتتجاوز 7 مليارات دولار سنويا وكذلك عدد السفن العابرة لحوالي 70 سفينة يوميا وهو ما سهم في جهود دعم الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الأجنبية كما لفت رئيس الهيئة إلى مساهمة القناة الجديدة في تخفيض بعثات الكربون من السفن العابرة وهو ما يدعم جهود القناة لتصبح قناة خضراء بحلول عام 2030 واستعرض رئيس هيئة قناة السويس مؤشرات نشاط حركة الملاحة بالقناة منذ بداية العام الحالي وحتى الآن بما فيها عدد السفن المرة وحجم الحمولات والحويات التي حققت معدلات زيادة قياسية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي فيما يخص عدد السفن وحجم البضائع العابرة وكذلك الارتفاع في الإيرادات التي من المتوقع أن تصل بنهاية العام الجاري إلى حوالي 7.8 مليارد الهر ترجمة نانسي قنقر